موسيقى متابعي قناة تونسنا مساء الخير أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري كاشفت المفكرة والكاتبة ألفى يوسف لجريدة المغرب أنها بلغتها بعض المعلومات تفيد بأنها مهددة بالقتل ومن المرجح أن تنفذ عملية اغتيالها يوم عيد المرأة في الثالث عشر من أوت الجاري الأمر الذي استدعى إلى تسخير حراسة أمنية مشددة لها حسب قولها ألقت قوات الأمن بمنطقة تجروين من ولاية الكاف فجر الإربعاء القبض على سلفي متشدد مشتبه به في توروته في الأعمال الإرهابية التي شهدتها تونس وقامت فرقة أمنية مختصة بعملية مداهمة المنزل الذي يتواجد فيه المشتبه وقدامت عملية المداهمة قرابة خمسة عشر دقيقة ليقع القبض عليه رفقة صهره أوضح رئيس منطقة الحرس الوطني بالقصر من ولاية كافسة أن أعوان فرقة تباعة للحرس الوطني اذ طروا إلى إطلاق الرصاص على سيارة أثناء مطاردتها بعد أن رفض صحيبها الامتثال للأوامر بالتوقف مما تسبب في إصابة المرافق له برصاصة على مستوى الظهر وذكر المصدر الأمني أنه تم إلقاء القبض على سائق السيارة وهو الآن على ذمة فرقة الأبحاث والتفتيش بقفصة مشيرا إلى أنه لا توجد مبدئيا أسلحة على متن السيارة في انتظار ما ستسفر عنه عمليات التفتيش المعمقة أصدر رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي بمناسبة عيد الفطر المبارك وبعد لقائه بوزير العدل نذير بن عمو والمدير العام لإدارة السجون والإصلاح ببسبوعي ومدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل رياث بالقاذي أصدر عفوا خاصا على عدد من المساجين الذين توفرت فيهم مقاييس العفو الخاص وعقب اللقاء أوضح وزير العدل أن اللجنة الخاصة المكلفة بالعفو صلب وزارة العدل وبعد دراستها لألف وخمسمائة وثمانية وستين ملف قررت تمتيع 343 سجينا بالعفو الخاص وأكد نذير بن عمو أن العفو الخاص لم يشمل أي سجين محكوم عليه في قضايا إرهابية بسم الله الرحمن الرحيم تشرفت بلقاء السيد رئيس جمهورية وذلك بمناسبة النظر في ملفات العفو عن مزاجين الحق العام وتم النظر في 1568 ملف وتم قبول 1324 مع العلم أنه لن يتمتع بالسراح إلا 343 سجينا ومع العلم أيضا أن المشمولين بالعفو لم يرتكبوا أو لم يكونوا من الذين ارتكبوا جرائم إرهابية إن شاء الله عيدكم مبروك اعتبر رئيس حركة نداء تونس الباجي قيد السبسي قرار تعليق أشغال التأسيسي قرارا صائبا مؤكدا أنه حتى إن وقع حل المجلس فلن يحدث فراغ دستوري في تونس على حد تعبيره وقال رئيس حركة نداء تونس أن الانتخابات بإشراف حكومة محايدة هي الحل الوحيد المقبول تونسيا ودوليا وأكد السبسي في حوار له مع قناة العربية أن اقتراحات حركة النهضة للخروج من الأزمة غير حقيقية مشيرا إلى أن الحركة والحكومة لا يسعيان إلى حل بل يتشبثان بالسلطة حسب قوله أكد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن قرار تعليق أشغال المجلس الوطني التأسيسي الذي اتخذه رئيس المجلس مصطفى بن جعفر ليس له أي أساس قانوني ولا يدخل ذمن الصلاحيات التي يخولها له النظام الداخلي للمجلس وأضاف سعيد أن قرار تعليق أشغال المجلس التأسيسي قرار سياسي بامتياز أكد المتحدث باسم الجبهة الشعبية حمى الهمامي لجريدة المغرب أن أبرز مهام حكومة الإنقاذ الوطني التحذير للانتخابات القادمة وصيانة حرية الأعلام واستقلالية القضاء وحياد الإدارة وإعادة الثورة إلى مسارها كما أشار إلى أن تشكيل حكومة إنقاذ وطني موازية أمر وارد حسب تصريحه اعتبرت الرابطة الوطنية لحماية الثورة قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بتعليق أشغال المجلس الوطني التأسيسي خطوة انقلابية ودعت الرابطة في صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنصارها ومخارتيها ومن وصفتهم شرفاء الشعب التونسي للتواجه فورا إلى برد لإفشال ما أمكن إفشاله من انقلاب الخوانة على حد وصفهم أكد المستشار السياسي لرئيس الحكومة المؤقتة نور الدين البحيري أن الحكومة الحالية في موقع قوة بعد أن هب الشعب لمساندتها وتقلبها بالتمسك بالتفويض الذي قدمه لها حسب قوله وأضاف المستشار السياسي لرئيس الحكومة المؤقتة حسب تصريحه لجريدة الفجر أن ما تقدمه المعارضة من بدائل لا يخلق إلا الفوضى والفراغ أفاد مدير عام النقل البري فرجع لي أنه بمناسبة عيد الفطر قررت وزارة النقل الترخيص للشركات العمومية للنقل البري للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوتها وكذلك على خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب والترخيص لسيارات اللواج لحمل الركاب إلى كامل تراب الجمهورية دون التقيدي بالخط المرخص فيه لإضفاء مزيد المرونة على تنقلات المواطنين وذلك من يوم السادس إلى يوم الثالث عشر من الشهر الجاري جبنا عدة إجراءات باش تسهل لحركة التنقل متاع المواطنين أولها هو سمحنا لجميع الشركات من ثلاثة في الشهر هذا يوم ثلاثة إلى يوم الثلاثة بالتنقل بدون ترخيص من مزارة النقل على جميع الخطوط متاحها يعني جميع الشركات الوطنية والجهوية ينجموا يستغلوا بحافلات متاحهم ويستعملوها في أي اتجاه من اتجاهات الجمهورية طالما ثم مسافرين والنقطة الثانية هي كذلك السماح للواجات باش من غير ترخيص باش يتنقلوا في كامل أنحاء الجمهورية اللواجات بجميع أصنافهم يعني لدينا قرابة 9000 لواج اللي يعطيونا قرابة 70 ألف مقعد يعني بلاس للمواطنين هذو ما يتنقلوا من يوم ثلاثة إلى يوم ثلاثة في جميع أنحاء الجمهورية والتجربة هذه بدينها في العيدين الفارتين وأثبتت صحتها وأن المهنيين والمواطنين نراضين وما عادش نلقاوا الاكتظار العادي نفى المستشار لدى وزير النقل المكلف بالإعلام والاتصال الاتهامات التي وجهت لوزارة النقل بتجنيد أسطول من الحافلات المملوكة للدولة لنقل عشرات الألاف إلى العاصمة للمشاركة في تظاهرة نظامتها السبت حركة النهضة مؤكدا أن كل هذه التهم هي مجرد إشاعات حسب تعبيره الاتهامات التي كيلت لوزارة النقل واستغربناها وبعثنا بلاغات وقلنا ما هوش معقول نتهم وزارة النقل بالشيء ونقيضي بالطلبي ونقيضي نطلب من وزارة النقل ما توفرش الكيران وبعض نطلب من وزارة النقل أنها توفر الكيران يعني ونحنا ما نمشيوش بالطلبات نحنا نمشيو بالإجراءات القانونية وإذا كان مواطن عنده الحق في الخدمة متع النقل وفق الإجراءات نحنا نقوم بها نحنا بالنسبة لنا نحنا حاضرين للإجابة وعندنا ملف أكتوفوا فيه الكل أدلة على الطلبات اللي وصلتنا بالنسبة لأي طلب متع تنقل وهل تم احترام الإجراءات فيه ولا لا لكن نطلب أيضا ممن يددعي على وزارة النقل أنه على الأقل يجبنا وثيقة أعلنت الجزائر أن الاتفاق التجاري التفاضلي مع تونس والذي تم توقيعه في الرابع من ديسمبر الفين وثمانية سيدخل حيز التنفيذ في الحادي والعشرين من أوت الجاري وقال وزير الخارجية الجزائرية موراد دمدلسي على هامش زيارة التي قام بها نظيره التونسي عثمين الجراندي للجزائر قال إن هذا الاتفاق سيعزز المبادلات التجارية بين البلدين حيث يهدف لإقامة منطقة للتبادل الحر وتسهيل وتشجيع تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وجهت وزارة العدل الأمريكية الاتهام إلى أحد المسؤولين المفترضين عن الاعتداء على القنصلية الأمريكية في بنغازي بليبيا الذي قتل خلاله أربعة أشخاص من بينهم السفير الأمريكي في الحادي عشر من سبتمبر عام 2012 وذكرت مصادر أمريكية أن الاتهام وجه إلى أحمد اختالة أحد المسؤولين عن مجموعة متمردة يشتبه بأنها كانت وراء الحادث فيما لم تصرح السلطات الرسمية الشخص الذي استهدفه الاتهام بعد استنكرت الرئاسة المصرية ثلثاء تصريحات عضو الكونغرس الأمريكي جون ماكين واعتبرتها تدخلاً في الشؤون الداخلية وأفاد المستشار الأعلامي للرئيس المصري أحمد المسلماني أن ماكين يزيف الحقائق وأن تصريحاته التي وصفها بالخرقاء مرفوضة جملة وتفصيلاً وكان جون ماكين وزميله في الكونغرس لينتي جرهام حث مصر عقب اجتماعهما بكبار القادة العسكريين والمدنيين في القاهرة وفي مؤتمر صحفي حثها على اطلاق صراح قيادات الإخوان المسلمين قبل بدء المفاوضات مع الجماعة محذرين من تدهور العلاقات إذا لم تتحرك مصر نحو الديمقراطية حسب قولهما قتل أكثر من ستين عنصراً من الجيش السوري الحر في كمين للقوات الحكومية بالقرب من العاصمة دمشق حسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان وتأتي هذه الاشتباكات غداد سيطرة مسلح المعارضة على عدة قرى وقصف عدة مواقع لقوات النظام في ريف اللاذقية غرب سوريا قال الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه مهام منصبه قبل يومين قال إن شعارنا سوف يكون الحوار وليس التهديد وإن الحل الوحيد للملف النووي بحاجة إلى إرادة سياسية موذيفاً أن بلاده لديها إرادة جادة لحل الملف النووي وتبديد شكوك المجتمع الدولي حسب قوله من جهتها وصفت واشنطن هذه التصريحات بالإيجابية فيما طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بممارسة مزيد من الضغط على إيران لمنعها من تحقيق أهدافها النووية قالت الخارجية اليمنية في بيان لها إن اليمن يقدر حرص الحكومات الأجنبية على سلامة رعاياها إلا أنها أكدت أن عمليات الإجلاء التي قررتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تحسباً لهجمات قد يشنها تنظيم القاعدة هذه الأيام تخدم مصالح المتطرفين والإرهاب جاء ذلك فيما أعلنت السلطات اليمنية أن طائرة بدون طيار أطلقت عدة صواريخ على سيارتين كانت تقلان عناصر من تنظيم القاعدة في محافظة شبوى جنوب شرقي اليمن ما أسفر عن مقتل سبعة عناصر من التنظيم ذكر مصدر عسكري إسرائيلي أن أربعة جنود إسرائيليين أصيبوا الأربعاء في انفجار قرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية وأضاف المصدر أن الجنود أصيبوا بينما كانوا يقومون بدوريات قرب الحدود اللبنانية إلا أنه لم يذكر المزيد من التفاصيل عن ظروف الانفجار اندلع حريق هائل الأربعاء في مطار جومو كينياتا الدولي في العاصمة الكينية نيروبي ما أدى إلى إغلاق أحد أكبر مطارات شرق إفريقيا دون أن يسفر عن أي خسائر في الأرواح وأعلنت مصادر حكومية عن إلغاء الرحلات الجوية الدولية وتحويلها إلى مطارات أخرى بعد الحريق الكبير الذي نشأب في قاعة الوصول الرئيسية بينما سيسمح فقط بالهبوط الاضطراري ويأتي الحريق بعد أقل من يومين على خلل في عمليات ذخ الوقود للطائرات تسبب في تعطل رحلات لساعات وتحويل رحلات أخرى إلى مدينة ممباسة الساحلية أو إلى مطارات في أغندا ورواندا الجارتين إلى هنا مشاهدين تنتهي هذه النشرة شكرا على حسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة